المترجم للقناة مجموعة مهمة من الصاخطين على إدارته الشرق وسطية وتحديدا في سوريا فبعد دوائر العسكريين ومسؤولي الاستخبارات ها هي مجموعة من 51 دبلوماسيا في سلك الخارجية الأمريكية ينبرون معبرين عن سخطهم في مذكرة شديدة اللهجة يطالبون فيها بدعم المعارضة وحتى ضرب النظام السوري قد لا تبدو هذه الضغوط في وارد أن تثمر عن نتيجة في آخر عهد أوباما لكن بالتأكيد سيحسب لها من سيتبوأ كرسي الرئاسة كل حساب معنا من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق نبيل خوري وأيضا من واشنطن عضو اللجنة الاستشارية لوفد المعارضة السورية في مفاوضات جناف مرحل بقاعي أهلا بكما أبدأ معك هذا الحوار سيد خوري ما مدى جدية رسالة كهذه تأتي في توقيت يصفه البعض بالميت حين يتعلق الأمر بهذه الإدارة الأمريكية التي لم يبقى لها إلا شهور معدودة هو ليس بالوقت الميت حقيقة لأن هناك مبادرات سياسية تأخذ وهناك مبادرات عسكرية تأخذ أيضا ولكن الميت فيها أنها غير ملزمة لأحد يعني هي رسالة تعبر عن إحباط وهذا الشعور بالإحباط موجود منذ سنة 2011 ليس بالجديد ما هو جديد أن أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في الشرق العوسط يقولون رسميا وجماعيا بأن السياسة أوباما في سوريا تحديدا غير كافية وأنها مجحفة بحق الشعب السوري وبحق أمريكا نفسها من ناحية مصالحها القومية أوباما ليس مضطرا أن يستمع لهذه الأراء وهي ليست ثورة أو تمرد لأنهم لم يقولوا أننا سنستقيل أو نعرق التنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية هو مجرد تعبير ولكنه له نتيجة سياسية وهي زيادة الاستياء العام من السياسة الخارجية لأوباما سنأتي بعد قليل معك لدراسة دلالات التوقيت سيد خوري ولكن دعني فقط أرحب بسيدة البقاعي مرة أخرى السيد خوري يقول بأن هذه المذكرة سيدة البقاعي غير ملزمة في النهاية إلى أي مدى هذا يحبطكم ويحبط معنوياتكم في المعارضة السورية خصوصا وأنك من بين الذين طرحوا فكرك هذه قبل سنوات نعم شكرا سيدة فضيلة بداية لو كنا محبطين لما رأيتني الآن على الشاشة منذ عام 2011 وأنا أظهر على شاشتكم وما زلت أتمتع بنفس القوة والإرادة والإيمان بالثورة السورية أريد أن أختصر ما هي هذه الرسالة باقتصار شديد الرسالة هي تقليد سياسي في وزارة الخارجية الأمريكية تم اعتماده منذ حرب فيتنام حيث يبدي السياسيين في الخارجية الأمريكية والديبلوماسيين رأيهم بقضية معينة وهي ليست فقط غير ملزمة هي نوع من جمع الآراء لكن الأهمية فيها عدد الدبلوماسيين الذين وقعوا عليها وكان العدد هو السابق في توقيع على هكذا رسائل تسمى عادة ديسينت شانل هذا اسم الرسمي لها 51 دبلوماسيين ما زالوا على رئيس عملهم عبروا عن استياءهم من الطريقة التي تم التصرف معها أو التوجه بالأجل القضية السورية هذا الموضوع يأخذ شقين أولا إما الرئيس أوباما ولو كانت هذه الفترة هي فترة الليمداك أو البطة العرجاء يمكن أن يقوم بعمل استثنائي يستعيد شعبيته المفقودة والمتدهورة بهذا الشأن تحديدا في أمريكا أو أن هذه الرسالة ستوجه إلى الرئيس القادم لينتبه تماما أن عليه واجبات يجب أن يسارع لاتخاذها بشأن القضية السورية حال وصوله إلى السلطة سيد خوري تقول لسيد البقائي أنه ممكن أن تكون موجهة للرئيس القادم لكن ما مدى صحة من يقول بأنها موجهة للقيادة الروسية أكثر منها لإدارة أوباما ما رأيك؟ قد يكون ذلك لأن كاري نفسه عبر عن استيائه وقال للروس رسميا بأن صبر أمريكا بدأ ينفذ ويجب أن نلاحظ هنا أن هناك اليوم قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي السورية وهناك تنامي لأعداد الخبراء العسكريين الأمريكيين الذين ليسوا هناك فقط لإدلاء النصح والتدريب وإنما للمشاركة الفعالة بإدارة معارك على الأرض بمعنى أن الأرضية التحتية موجودة اليوم لكي يكون هناك تنسيق ما بين عملية جوية وبرية بنفس الوقت في معارك محددة وبالفعل نرى ذلك بالانتجاه نحو داعش تحديدا في الرقة ولكن قد يكون هناك استعداد على الأقل كاري يقول أن لدينا نية بأن نقوم بعمل ما لنغير الواقع على الأرض بالنسبة لحلب ومحيط حلب وخاصة أن هذه هي النقطة الصعبة لأن الروس ما زالوا يستمروا في دعم نظام بشار الأسد وهو يضرب في حلب ويغير الواقع على الأرض لصالحه وهذا التنديد الروسي جاء سريعا سيدة البقاعي إلى أي مدى برأيك سيزيد هذا الأمر الموقف تصعيدا بين الولايات المتحدة وبين روسيا ويزيد أيضا التفاهمات الأمريكية الروسية تعقيدا بشأن سوريا نعم أعتقد أن الروس تحدثوا بعصبية شديدة اليوم ووجهوا رسالة أن أمريكا هي التي اقترحت على روسيا أنه ممكن أن يضاف بعض أسماء المعارضة إلى حكومة وحدة وطنية ونفت هذا الموضوع باشنطن مباشرة وكأنهم يريدون التغطية أو التعمية على هذه الرسالة هذه الرسالة التي صدرت اليوم يجب أن تأخذ بمحمل أجد ولو كانت غير ملزمة وأعتقد أن الرئيس أوباما وصلته الرسالة وهي رسالة قوية جدا من ديبلوماسيين وقاضة كبار في سياسته الخارجية لا بد أن ينتبه إليها فإما أن يعدل من سياسته في هذا الاسترخاء أمام روسيا والاسترخاء أمام إيران لما يحدث في سوريا وإما أن يتخذ كما قلت في البداية إجراء استثنائي عام 2013 قرر أن يتخذ هذا الإجراء في ضرب النظام السوري تحديدا وأنا أريد أن أكون دقيقة هنا عندما ندعو إلى ضرب النظام نحن لا نتحدث عن ضرب سوريا ولو تم هذا الأمر من عام 2013 لتفادينا وقوع أكثر من 300 ألف شهيد في سوريا وتدمير هائل للمدن السورية لم يكن هناك داعش أصلا لم يكن هناك إرهاب أصلا ولكن سيد خوري ما فرص حدوث هذا الحدث الاستثنائي الذي ذكرته السيدة البقاعي إذا كان أوباما تخطى قضية الخط الأحمر باستعمال الأسلحة الكيموية أنذاك بعد تهديد ووعيد ولم نره يفعل شيئا بعدها ما الذي يجبره الآن على الإقدام على هذا العمل الاستثنائي بشن حرب على النظام السوري؟ لا شيء يجبره وأنا غير متفائل بأنه سيغير سياسته بشكل جذري وذلك لأنه فلسفيا غير مقتنع بأن المصلحة الأمريكية القومية تمس بشكل مباشر في سوريا الآن وحتى يعني هو فكرة الحرب الباردة الذي يتصرف بها بوتين لا يؤمن بها أوباما يعني بالنسبة لأوباما حتى لو بسطت روسيا نفوذها على سوريا كلها فلا يهتم أوباما هذا غير شعور الدبلوماسيين الأمريكيين والعاملين في الخارجية الأمريكية والعاملين في وزارة الدفاع لأنهم يروا فيها إهانة ويروا فيها تغيير للوضع الاستراتيجي ومكسب استراتيجي لروسيا والنظام بات يعتبر خطرا على المنطقة وعلى العالم بالنسبة للنتائج التي نتجت عن تصرفات الأسد في سوريا أعتقد أن أوباما سينهي مدته بدون تغيير كبير يعني على الأكثر يمكن أن يعطي بعض الأسلحة النوعية يعني يمكن أن يعطي صواريخ أرض جو إلى المعارضة وعليه لكي يقوم بذلك أن يتجاوز عقدة النصرة وهذا موضوع صعب بالنسبة له ولكن هذا جول ما يستطيع أن يفعله أرجو أن تبقى معنا سيد خوري وسيد البقاعي نود فقط استطلاع طائفة من مشاركات المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع سامي أبرز ما جاء على لسان مشاهدين حول هذا الموضوع الذي نناقشه سامي اليوم لا يوجد هناك أي توقعات من طرف المشاهدين أن يغير أوباما مثل ما تحدث الضيوف من سياسته ولكن ما لم يفعله أوباما قد تفعله هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب كما يقول بعض المعلقين نأخذ مشاركة بكر عثمان على فيسبوك يقول وكأن إدارة أوباما أحست بأن لا فائدة من الغوص في المستنقع السوري قررت الانسحاب في هدو عبد العزيز وحيد يقول الدبلوماسيون الأمريكيون اعتادوا على حسم الإدارة الأمريكية لأية أزمة في العالم وهناك حالة استغراب من برود إدارة أوباما مسعب غوالي يقول الحقيقة أن الأمور خرجت عن سيطرة الإدارة الأمريكية لو كانت الولايات المتحدة تستطيع أن تنهي الأزمة وفقا لمصالحها لا فعلت نأخذ بعض التغريدات عبر تويتر جابر دريب يقول أوباما يريد أن ينهي فترته بهدوء تام ولا يريد إقحام إدارته في المعمعة السورية أثير مفرح يقول من الواضح أن الأزمة السورية لن تنتهي على الأقل للسنة القادمة وما لم يتمكن أوباما من فعله سيفعله دونالد ترامب أو هيلاري كلونتور كانت هذه بعض المشاركات فضيلة حول سياسة أوباما في سوريا شكرا سامي أعود إليك سيدة البقاعي قضية استعمال القوة ضد النظام السوري هل ترين بأنها مضمونة العواقب خصوصا وأن هناك أحد المشاركين تحدث عن خروج الوضع عن سلطرة الولايات المتحدة في سوريا هذا الكلام فيه شيء من الصحة الوقت تأخر على هذه الضربة النوعية التي ممكن أن تتوجه إلى مفاصل النظام الأمنية التي تدير عمليات القتل في سوريا كانت يجب أن تحدث في عام 2012 عندما قدمنا للسيد روبرت فورد عند حين كان على رئيس عمله مشروع مبدأ حماية المدنيين أو responsibility to protect وهو المشروع الأممي في مظلة أمم المتحدة الذي يزقد سيادة عن الدول التي لا تحمي مدنيها هذا كان في عام 2012 نحن في عام 2016 اختلط الأوراق كثيرا لكن الوقت لم يتأخر على إنهاء هذا النظام الذي ظلم الشعب السوري وظلم الأقليم كله والمحيط كله والآن ينتشر الظلم الذي نشأ ضمن هذه الأجواء وهو الإرهاب الإرهاب المنظم الآن الذي نشأت تحت مضلة إرهاب الدولة السورية هذا الإرهاب ينتشر في العالم لكن هناك دائما فرصة لا ننسى أن هناك معركة انتخابية اليوم وأنا أستذكر في هذا المضمار ماذا حدث لكارتل وريغان عندما خسر جيمي كارتل الانتخابات مقابل ريغان السبب الرئيسي في الخسارة كانت مشكلة أو قضية الرهائن الأمريكيين في طهران كارتل الديمقراطي تعامل معها برخاوة شديدة وبضعف شديد بينما ريغان الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في ذلك الوقت قال وهدد الخميني في ذلك الوقت وقال له أفضل لك أن تطلق الرهائن لأنني حين أصل إلى الحكم لن أتعامل معك كما تعامل كارتل وبالفعل في أول يوم دخل ريغان إلى البيت الأبيض تم إطلاق الرهائن الدبلوماسيين في طهران هذه رسالة قوية جدا قد تكلف الحزب الديمقراطي خسارة الانتخابات إذا لم يقوموا بفعل يوقف شلال الدم في سوريا نقطة مهمة أحيلها للسيد خوري إذا لم تأخذ هذه الرسالة بجدية كيف برأيك ستدفع هيلاري كلينتون المرشحة المحتملة طبعا للانتخابات يعني كيف يمكن تتحمل عبء عدم أخذ هذه الرسالة بجدية والحزب الديمقراطي عموما في الانتخابات المقبلة لا أظن أن هذا الموضوع سيؤثر كثيرا على الانتخابات حاليا حاليا هيلاري كلينتون هي الأوفر حظا بالوصول إلى الرئاسة ومعروف عن هيلاري كلينتون بأنها من سقور الحزب الديمقراطي ومعروف أنها تأخذ مواقف أقوى من الرئيس أوباما في الشرق الأوسط لذلك الكل يتوقع أنها لو وصلت إلى البيت الأبيض ستكون أشد حزما مع روسيا وستأخذ مبادرات أقوى في سوريا تحديدا وربما في أماكن أخرى من الشرق الأوسط لذلك حتى لو لم يأخذ أوباما نفسه هذه الرسالة بجدية لا أعتقد أنها ستؤثر كثيرا خاصة وأن ترامب المنافس لهيلاري موقفه أضعف لأنه هو يتحدث عن قوة تجاه داعش ولكنه لا يريد أن يفعل أي شيء تجاه الروس لا بالعكس يرى أنه يمكن أن تكون بينه وبين بوتين صداقة ويرى أنه ليس من مصطحة أمريكا أن تطورت أكثر في سوريا فيما عدا القضاء على داعش لذلك اتجاهين مختلفين بالنهاية هذه الرسالة لن تؤثر عليهم وحتى من غير هذه الرسالة لو وصلت هيلاري إلى البيت الأبيض فسيكون لها شأن آخر في الموضوع سيد البقاعي إلى أي مدى تلتقي هذه الرسالة مع مقاله جون كاري وزير الخارجي الأمريكي قبل أشهر عن الخطبة في حال لم تنجح بحدثات جينيف نعم هذا سؤال جيد ومحوري الحقيقة هو تحدث أقصد سيد جون كاري في جلسة استماع أعتقد أمام لجلة العلاقات الخارجية في الكونغرس عن وجود دائما خطة بديلة حينما تفشل كل الخطط أو لا يتم اعتماد خطط سابقة ولا تثبت جديتها في معضلة أو مشكلة في مكان ما بالعالم وأعتقد أن هذه الرسالة ممكن أن تصب في نفس المضمار واليوم سمعنا سيد كاري يقول ويعيد بأنه سيدرس هذه الرسالة وسيهتم بها ونعود لنقول رغم أن هذه الرسالة هي شكلية وروتين يستعمل روتين سياسي الحقيقة في وزارة الخارجية الأمريكية لكنها تضق نقوص الخطر وأنا أختلف قليلا مع السيد خوري عندما قال أن هذا لا يهدد الحزب الديمقراطي لا هذا يهدد الحزب الديمقراطي رغم أني أعرف شخصيا السيدة هيلاري كلينتون وكنت مما نلتقى بها في عام 2011 في مكتبها مجموعة المعارضة أول لقاء رسمي المعارضة السورية في مكتبها وكانت فعلا متحمسة جدا لتقديم كل أنواع الدعم السياسي والإعلامي ثم العسكري حين الحاجة وهذا نحن نتحدث على عام 2011 شهر آب تحديدا وهي أقوى جدا لكن موقف أوباما من القضية السورية جعل موقف الحزب الديمقراطي كله ضعيفا وأنا أعتقد أن هذا سيؤثر في الانتخابات بشكل واضح سيد خوري بوادر الأزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا من خلال هذه الرسالة هل تبدو لك ظاهرة للعيان بشأن كيفية الحل في سوريا بعد رسالك هذا يعني هو من الواضح أن الواقع على الأرض تغير في العام الماضي منذ دخول روسيا بقوة إلى الساحة السورية تحديدا هناك منظومة صواريخ وشبكة رادارات روسية تغطي كل الأجواء السورية اليوم ولذلك تقلصت الأشياء التي يمكن أن تقوم بها الإدارة الأمريكية لأنها لو قامت بعمل عسكري قوي لأدى ذلك إلى مجابهة مع روسيا وهذا ما لا تريده إدارة أوباما ولا أظن أحد يريده حتى لو هيلري كانت هي في سدة الرئاسة لن تريد مواجهة مع روسيا يمكن أن تتخذ خطوات أخرى الآن العلاقة بين روسيا وأمريكا أظن أنه فلاديمير بوتين استغل فلسفة أوباما التي لا تؤمن بالحرب الباردة ولا تؤمن بالمواجهة وتؤمن بالديبلوماسية أكثر استغل ذلك لكي يقوي الطرف الذي يسانده وهو بشار الأسد وكسب في ميزان القوى لروسيا في منطقة أشرق الأوساط فهذه العلاقة اليوم ليست جيدة وأظن أنه إذا وصلت هيلري ستحاول أن تعكس هذا الموضوع شكرا جزيلا لك الدبلوماسية الأمريكية السابق نبيل خوري من واشنطن والشكر أيضا لسيدة مرحة لبقاعي عضو اللجنة الاستشارية لوفد المعارضة السورية في مفاوضات جناب من واشنطن شكرا لكم نلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة